بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني من الفصل الرابع لمكرر هندسة البرمجيات في الجزء ده جماعة نتكلم عن موضوع اسمه requirement وهنتكلم كمان عن موضوع الفرق ما بين user requirement والsystem requirement طيب نشوف مع بعض يعني ايه requirement يا جماعة what is a requirement يعني ايه يعني ايه كلمة requirement طيب نقول ايه بنقول ان كلمة requirement معناها متطلب وكلمة متطلب معناها ايه اللي أنا محتاجه بالظبط ايه احتياجاتي وده معناه انه هينعكس على الخدمة اللي هيقوم بها النظام صح مش كده اه يعني الخدمة اللي هيقوم بها النظام هي ده المتطلب اللي أنا محتاجه طيب خلي بالكو بقى في كزا نوع من أمار المتطلبات هنقولها مع بعض بالتفصيل ان شاء الله في الشابتر الدو لكن لازم نتأكد مع بعض انها خدمة مش كده اه خدمة بتنفس جوه ايه جوه النظام وايه بس اخلي بالكو تبكن لقواعد وشروط النظام مش كده اه يعني لازم تخضع لبعض القواعد والشروط طيب وممكن نقول انها وصف بقى لو جانا نتكلم معناها بكلمة عامة نممكن نقول انها وصف وصف وايه لجميع مراحل ايه خدمة النظام من اول الخدمة الرئيسية بتاعته وظيفته الاساسية حتى الوظائف التفصيلة لجواه حتى ممكن نقول الماثماتيكال ايكوشن يعني مو حتى لو ايه بنوصف معادل رياضية بتخدم ايه النظام دي كلها لازم توصف كأنها او متطابق معي يا جماعة جميل يبنقول مع بعض كده it may range from a high level abstract statement of service or of a system conestral to a detailed mathematical function specification وصف لكل حاجة من اول ال high level abstract يعني وصف عالي لخدمة النظام حتى ممكن نقول حتى detailed يعني حاجة تفصيلية حتى على معادلة بتؤدي الخدمة طبعا معايا طيب خلي بالكو بقى جميعا في حاجة مهمة جدا طب المتطلبات ديت المتطلبات اللي احنا بنتكلم عنها ديت امتى نقدر نقول ان هي بتخدم النظام فعلا هل هل بتخدم النظام امتى بيقولك ممكن نقول ان المتطلب ده بيخدم النظام في حالتين ايه هما والله لما يكون هو offer العقد يعني انا مثلا كشركة عايز اعمل system لنفسي فبقول انا عامل امقدم عرض مثلا عرض ان ايه ان الشركة تيجي تقوم بالsofter بتاعي بس لابد انها تتبع بعض المتطلبات الاساسية وفي الحالة ديت لازم انا بقى اوصف ايه المتطلبات اللي انا عايزة تمام اه ممكن نقول اه انا متطلباتي كذا 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 ومطلوب من الشركة اللي هتقوم بالعمل النظام هو المتطلبات التالية جميل طيب وايه كمان ممكن تكون اساس العقد اصلا يعني انا تعاقلت مع الشركة لتعمل الصوفتوير وفي نفس الوقت يكون ده اساس العقد يعني يبقى لازم يكتب ايه بقى تفصيلي جوه العقد نفسه معا يا جماعة عشان كذا بنقول ايه بقى may be the basis for an offer for a contract وممكن تكون may be the basis for the contract itself وفي الحالة دي لازم اوصف المتطلبات تفاصيل دقيق define the end details كيا جماعة جميل طيب نشوف معا بعد بقى الفرق ما بين كلمة user requirements و system requirements كلمة user requirements ها شباب معناها ايه ها معناها متطلبات المستخدم و system requirements معناها ايه ها مصح متطلبات النظام طيب ايه الفرق ما بين الاتنين بنقولي ان دلنوا عينا هم ال user و system كي بقولك ال user requirements بيبقى وصف ليه احتياجات ال user باللغة الطبيعية العادية بتاعتنا مش كده اه ال user قولها انها محتاج المعالم التالية في هذا ال ايه في هذا البرنامج ويكتب بايه بالكلام اللي هو عارفه معايا باللغة باللغة العادية معايا يا جماعة اه ده بيسمها بقى ايه statements in natural language اوكي وممكن كمان لو اليوزر عايز عبر اكتر عن متطلباته يقوم نعمل دياجرامز يعمل اشكال ويوصف الايه اللي هو متطلبه بايه باشكال بدياجرامز مسلا معايا جماعة اه اذا ال user requirements اقول تاني او user requirements هي ها وصف باللغة العادية بتاعتنا ها لايه 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 احتياجات وممكن نرسل معايا اشكال توضح هو محتاج ايه كميل طيب يعني ايه بقى كلمة system requirements بقولك دي متطلبات ايه النظام وفيها بنعمل ايه بقى جماعة بنعمل وصف تفصيلي ايه للمتطلبات اللي محتاجها وكمان مش وصف تفصيلي بس لا ولازم يكون مهيكل يعني اللي هو هيكل اللي هو تركيب في ايه في التوصيق معايا ووصف تفصيلي للفانكشن اللي هيقوم بها السوفتور سيستم نفسه معايا اه السوفتور نفسه هيقوم بايه معايا يا جماعة اذا في الحالة دي تخيل بقى اللغة هتختلف طبعا اللغة هتختلف ليه تختلف لانك انت قبل كده كنت بتتكلم بلغة العادية لكن دي لغة لها هيكل معين وصف تفصيلي معين ما يعرفوش الا السيستم معايا جماعة اه طيب وفي الحالة دي جماعة بنقول ايه بقى بنقول ان احنا لازم في الحالة دي نعمل برضو وصفي اه جماعة تفصيلي لكل خطوات النظام بتاعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته